ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وخاصة أمن الخليج وأمن المياه الدولية وتدفق الطاقة ما في شكلنا هي الرسائل التي وجهت اليوم من قبل الوزراء الخارجية أو المعنيين أو المشاركين أيها بالنسبة لأكثر شيء تنويه إلى إيران بكفل العيدي الشرسة والإرهاب المنطقة وتؤدي بعض الرسائل إلى التكاتف إلى التنسيق لمواجهة والتصدي لأي إرهاب في المنطقة وإحلال السلام يكون هذا هدف من هدف الملتقى واليوم التبادل الأراء والتنسيق وتوحيد الأفكار هو الدليل الأصح في هذا اللقاء من هذا المنبر تنطلق عدة رسائل إلى كل من تساوره نفسه بالتعدي على أمن واستقرار هذه المنطقة وخلاصاتها ومخرجات هذه الفعالية هي ليس فقط عبرة لمن يعتبر إنما دروس المستقات يجب أن يتبعها الجميع وكل من يريد الخير يجب أن يشارك في الحوار ولا أن يدخل في عقلية النزاع والتنافس غير المجديين أحسن رؤية هي التعاون عوض عن التطاحن هذه هي الرؤية وهذا أمر يكرره هذا الفضاء الحواري المهم ولا غرابة أن يأتي هذا الحوار من بلد الحوار بلد الاعتدال وبلد الحداثة مملكة البحرين الملفات هو على ضوء التطورات الحاصلة في المنطقة في ظل الانسحاب الأمريكي من المنطقة بروز قوى جديدة أيضا مثل روسيا مثل الصين التغير في الجيو بوليتيكس العالمي وتأثيراته على الأقليم الملاحة في الخليج وكيفية الوصول إلى هيكل أمني إقليمي خليجي متوازن ما بين إيران ودول الخليج في ظل الاعتداء الإيراني على السعودية في ظل تدخلاتها في المنطقة أن حوار المنامة الأفضل حوار المنامة الأقوى ولهذا نحن قادمين للاستفادة من وجود هذه الكوكبة هناك العديد من الوجوه الجديدة المشاركة معنا نظرا لأهمية هذا المكان والحديث من السنة الماضية عن أهمية المشاركة في حوار المنامة للاستفادة ولهذا وفد الإمارات يعتبر الأكبر ليس فقط حكومة ولكن هناك من عدة جهات محلية من عدة قنوات أيضا منظمات مشاركة خاصة فلهذا نحن سعيدين بتواجدنا وليس غريبين لأن البحرين بلادنا فنحن بين أهلنا وفي بلادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر